سمعت قبل كده عن أخطر حديقة في العالم اسمها حديقة السموم أو حديقة نويك أو الحديقة السمة بقلعة نويك البريطانية حديقة السموم دي واحدة من الحضايق البريطانية في قلعة نويك واللي تأسست سنة 1750 مستوحى من عائلة ميشي واللي استخدموها في قتل أعداهم بطريقة مش مألوفة وده كان هو عن طريق الظهور السمة جدا وطبعا مش زي أي حديقة بتتجول فيها الحديقة دي بتشوف فيها لفتات كتير مكتوب عليها ممنوع شم الأزهار وممنوع كمان قطع الأزهار دي وممنوع كمان لمس أي نباتات وكل ده علشان ما تحتويه النباتات دي من خطورة عالية جدا والسمية الشديدة اللي فيها وبيحوطها سياج من الحديد تجنبا لحمقات الجمهور أو كمان سرقة النباتات دي والحديقة دي متحوطة بسياج حديد رغم إنها حديقة عامة جميع النباتات في الحديقة دي شديدة السمية وده بيعني إنها قاتلة وفي منها قاتل بشكل فوري وفي مئة نوع من النباتات المخدرة زي نبات الخشخاش والكوكاين وكمان في نبات الشكران اللي استخدموه في قتل الفيلسوف سقراط والحديقة دي ليل ونهار تحت الحراسة في النهار لازم يكون في مرشد وحارس مع الجمهور ينبههم دايما بعدم لمسة أو شم الظهور وبالليل الحراسة دي علشان الحديقة ما تتسرقش في كتير من النباتات محطوطة في حاجة شبه الأقفاص وده بقى لحماية الجمهور منها وبالإضافة للأفتات الموجودة جنب كل نبات وبتحذر من شمه أو لمسه لتجنب خطرته جميع الأشجار الموجودة في الحديقة دي سمى جدا وخطيرة وعلشان كده مكتوب لأفتات التحذير بعدم لمس أو شم أو أطفأ أي حاجة منها ومن المعروف أن بريطانيا من الدول اللي بتهتم جدا بالنباتات وعلشان كده استوحد فكرة الحديقة دي علشان ترسخ فكرة الاهتمام بالنباتات حتى لو كانت سمى ومختلفة عن العادي وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة ما تنساش لايك وكومنت واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا أول بأول كان معكم محمد كمال من قناتكم مزهل ومدهش دم دم في أمان الله مع السلامة